بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ازيكم حبايب عاملين ايه يا رب؟ يكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال دايما يا رب بإذن النهاردة أنا جايب لكم فيديو كده مهم جدا وبيهم كتير مننا الفيديو ده هيحل بإذن الله مشكلة قطع الخيط طبعا الخيط بتاعي ساعات بيتقطع فليها قدة أسباب طبعا خلاص أول سبب في القطع بتاع الخيط بيكون الخيط بتاعي ضعيف الخيط بتاعي نفسه بيكون ضعيف ساعات ببسك الخيط كده بلاقيه يتقطع مني بسهولة جدا خلاص طبعا الخيط كده ده الخيط كده متين خلاص لكن الخيط لو ضعيف هيتقطع مني وهيبقى ده اللعيف بتاعي وغير البكرة بتاعتي خلاص طبعا أفضل خيط بديستخدمه اللي هو خيط التعاون تاني سبب حبيبي من أسباب قطع الخير بتاعي وأنا بشتغل المعيار بتاع الماكنة المعيار بتاع الماكنة طبعا الماكنة عندي أرقام حتى لو الأرقام دي طبعا الماكنة مثلا أديبة وكده الأرقام دي اتمسحت فأنا هشوف المعيار بتاعي ساعات بيبقى مقفول فلما هشوفوا كده المعيار بتاع الوقت ده مقفول حاجة شد الخيط بتاعي طبعا هي الشد اهو بصعوبة جدا اهو فبالشكل ده كده الخيط يقوم مقطوعها طول خلاص فتأكد ان البكر لشد الخيط بتكون مفتوح خلاص ومفتوحة بقى على المعيار اهو انا بفتح كده وبشد اهو اشوف المعيار بتاعي المزبوط اهو كده كده ماشي معي اهو 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 ماشي معي بسلاسة كده فكده الماكنة بتاعتي تشتغل كويس جدا تمام يبقى السبب التاني ان المعيار بتاع الشد الخيط بيكون مفتوحة فانا بفتحه على المقاس بتاع الغرزة اه اللي انا عايزها تمام اه السبب التالت اه ان انا بشغل التواسة تمام وبدوس كده على الدواسة بتاعتي وبشد يعني بشتغل بتكة على الدواسة بتاعتي وماشي بشير رجلي على طول اه بضغط عليها جامد فطبعا اه ما بتلحقش الباكنة اه تاخد وتدي معي فا اه بتقطع على الخير بتاعي فاهم حاجة ان انا الرجلي على الدواسة بيكون المشت بس هو على الدواسة بداية المشت بتاع الرجل بتاعتي هو اللي على الدواسة مش الرجل كلها اضغطش كده ضغطة جامد وافضل ضغطة لأ طبعا الخيط هيتقطع بكل تأكيد آآ عندي السبب اللي بعد كده نوع الابرة نوع الابرة حبيبي طبعا كل ابرة زي ما قلت قبل كده كل ابرة مناسبة لنوع قماش معين انا عندي مكنة دي افضل الابرة لها الابرة الزهبية اللي هي الماليزي طبعا تبقى كوية وتبقى كويسة جدا لها طالت ارقام عندنا رقم اربعتاشر ورقم ستاشر وعندنا كمان رقم تمنتاشر اه انا عندي لو بستخدم قماش سميك زي ما قلنا قماش سميك زي الجنس تمام فانا بستخدم له الابرة اللي هي اكبر آآ مقاس اللي هي الابرة تمنتاشر آآ طبعا الابرة آآ ستاشر للقماش العادي اللي هو القطن والقماش العادي آآ الابرة بقى رقم اربعتاشر بتبقى للقماش الخفيف اللي هو زي الشفون والحرير والفيزون طبعا آآ بمناسبة ليه خلاص يبقى بالشكل ده حبيبي هنحل مشكلة قطع الخيط مش هتقطع من هنا تاني وهنحفظ على المكلة بتاعتنا طبعا زي ما قلنا ان احنا بنزيتها بعد الاستخدام آآ ولو مرة في الاسبوع بنطفها كويس جدا وبنسيبها طبعا ايه واقفة كده مش بننيمها في الخشب بتاعها ده عشان الزيت بنقعش منها لا بنسيبها وقفة كده وبنغطيها كويس وبنمسحها افضل حاجة ان احنا نحط برضو كلهة قماش بعد التزييد تحت الدواسة كده خلاص وبنزل الدواسة بتاعتي عشان طبعا لو في اي زيت زيادة بيقع على القماشة دي وبعد كده بنظفها كويس وبستخدمها عادي خالص بعد ايه بعد نسا آآ كده ساعة كده من التزييد ده كله اللي عايز اقوله لكم النهاردة آآ من مشكلة قطع الخيط وزي نحلها يا رب الفيديو يفيد آآ حضراتكم وتستفيدوا مننا الفيديو يعجب حضراتكم ما تنسوش من اللايك والاشتراك في القناة حتى وصلت كل جديد بشكر كل اللي اشترك عندي جديد وكل اللي معاي على طول على راسي من فوق بشكركم جدا بتاعكم الله بالصحة والعافية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة حتى وصلتوا 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 في القناة حتى